السلام عليكم نكمل حل ملحق كتاب جميل الصف الثاني الاعدادي الامتحان الرابع صفحة مية وتمانية محادثة هلو تهاني اهلا انا تهاني هاو اريو كيف حالك جريتو سي يو عظيم ان انا شفتك هلو تسنيم اهلا يا اسمين جريتو سي يو تو سعيد ان انا شفتك مرة ثانية وعظيم ان انا شفتك مرة ثانية هاو اي اخبارك في المدرسة الجديدة وبعد كده انجوينج ات انجوينج ات خرائيين جي بكده زمان المضارع المستمر يبقى ار يو هلو انجوينج ات هل انت بتستمتع فيها المدرسة الجديدة صعبة جدا وبعد كده اي واحد يبقى انا لا اعرف اي احد يبقى اي احد يبقى اي دونت انا اعتقد ان اي حد في المدرسة ديت هو اكثر اذا كأب مني يبقى ما المشكلة اللي معاك يبقى يبقى واتس رونج وز يو وز مكتوبة يبقى واتس رونج بس من المشكلة اللي معاك يبقى ان اي حد في المدرسة هو اسكى مني بعد كده هاو دو يو بيهيف تورد الزاد ايه اللي انت عملته تجاه هزا الموضوع بقى تلقى ساعات الواجب بتاعي كل ليلة يبقى انا بقى اضي وقت كتير في او ساعات كتير لعمل الواجب يبقى اي يبقى انا بقى اضي ساعات كتير بعد كده هذا صعب انا متأكدة سينجس والنقاط اه طايم يبقى هتتحسن يعني يبقى سا كده انا متأكدة سواء في مكان سينجس والنقاط او سوف اتحسن بالتحسن سوف اتحسن سنجس سعري تحسن كل ابقى ساك فيه مع الوقت هتلاقى انكس تسنيم شكرا يا تسني بعد كده تطعه البسج عارتست بتاع المشكلة في فنان ذهب الى مكان جميل في الريف من اجل الاجازة وابقى او اقام مع فلاح كل يوم كل يوم يخرج مع اللوحات والالوان والفرش من الصباح لحد المساء لما الدنيا بتضلم بيرجع للمزرعة ويتناول عشاء جيد قبل ما يروح ينام بعد كده في نهاية اجستو هو كان عايز يدفع ثمن الاقامة للفلاح ولكن الفلاح قال لا انا لا اريد فلوس ولكن اعطني لوحة من لوحاتك اللي انت رسمتها ما هي المال المال هيعمل ايه ات از اويك انه هيكون اسبوع بس و هيخلص الفلوس الفلوس هتقول اسبوع وتخلص ولكن لوحةك هتفضل هنا كان شعور الفنان كان سعيد جدا و شكر الفلاح لكلامه الجميل بعد كده عن الواحة اللوحاته اللي هو رسمها ولكن الفلاح ابتسم و قال ده مش اللي انت فهمه انت فهم حالة غلطة يعني فهيقول له انا عندي ابن في لندن عندي ابن في لندن و عايز يكون فنان لما يرجع هوري الصورة بتاعتك و هو لما يشوفها يعني مش هيبقى فنان مرة تانية مرة اخرى اي تينك على ما اعتقد يعني الصورة بتاعتك وحشة ولما بنيشوف الصورة بتاعتك حينسى خالص انه هيكون فنان السؤال الاول اين ذهب الفنان في الاجازة هو ذهب الى مكان جميل في الريف في مكان جميل في الريف السؤال الثاني السؤال الثاني why did the farmer want a picture ليه الفلاح كان عايز الصورة كان عايز الصورة عشان يوريها الابن يبقى to show his son يبقى to show it to his son عشان يوريها الابن what do you think of the farmer ما رأيك في الفلاح اي حاجة زمن انت عايز اما حاجة تقول اي تينك لأي وصف انت يعجبك i think he is clever اعتقد انه هو شاطر او ذكي لانه معبر له عن سوء الصور بطريقة جميلة مضحق السؤال الاختيارات the farmer didn't want his son to be a or an the farmer didn't want his son to be a or an السؤال الخامس the farmer the farmer the picture is where الفلاح كان بيعتقد ان السور الفنان اللي كان قاعد معها يبقى very bad كان سيئة جدا the underlined where the he كلمة he تشير refer to تبقى اصلا اللي هو ابنه بعد كده اسئلة الاختيارات a or an of drawers is where you can put your clothes هيا drawers بتيجي مع chest drawers اللي هو خزانة من الادراج اللي هو الكومدينو يعني دوت بيتحط في الملابس السؤال الثاني the base give us light هو بيدينا الضوء يبقى لمبس المصابيح السؤال الثالث my computer isn't working الكمبيوتر مش بيشتغل i want someone to يبقى ريبير it يصلحوا لجابران بور سي بعد كده my uncle was a for the red cursing اللي هو الهلال الأحمر يبقى كده volunteer اللي هو متطوع السؤال الخامس you can catch a plane انت ممكن تلحق بالطيارة from يبقى اليربورت له المطور لكامر نبور بي بعد كده السؤال السادس reporter's family home in the city is a big and يبقى attractive ان البيت كان جميل وكبير السؤال السابع نقاط are not a complete building هو مبنى غير متكامل يبقى ruin اللي هو الأطلال أو مبنى غير كامل ruins السؤال الثامن then you must in a caught well before you answer the questions يبقى انت لا يزم باست بقي بعدها فعلة في المزر انت تفكر بشكل جيد قبل ما تجاوب على الأسئلة يبقى think هي تبقى الإجابة اللي هي بدون إضافات يبقى إجابة number c بعد ذلك السؤال السؤال السابعة الثمانية التاسعة السؤال التاسع while he was running بينما هو كان بيجري while he was running ثم موضي بسيط هنا قد داون هو سقط يبقى هي في الداون إجابة number c بعد ذلك السؤال العاشر this is the shop شب اللي هو مكان my mother usually buy our clothes اللي أبقى بتشتري ملابسنا يبقى wear حيثه عشان يبدو اللي على المكان بقى سؤال التصحيح is your cousin old zain زين موجود يبقى بلا صفحة or يبقى older cotton grew in Egypt يبقى كده مبني المجهول عشان cotton هنا هي المفعول من اللي زرعه مش موجود انما cotton بيزرع في مصر يبقى is grown مبني المجهول when does Mr.Waleed arrives هنالتران في داز يبقى الفعل لازم يكون في المصدر يبقى arrive he repair his computer now نوم مدارع مستمر M-A-S-E-R زيادة باخراء إنجي على حسب الفعل الفعل هنا هي فهي اعتقد is و الريبير هو طلع إنجي باع repairing شكرا شكرا شكرا